السلام عليكم ورحمة الله إخواني ورحمة الله نعود إليكم جديد كنظر معك أنت يا أختي كنظر معك أنت يا أخي أنت اللي كتخطط أنت اللي كتخطط بغي تجي إلى أوروبا أو إيطاليا أو بلد في أوروبا كتخطط أنت والزوجة وحاط واحد الخطة بغيت بشي عليا بشي طريقة بشي طريقة لأنك ستأخذ فيزا سياحة وملكتك والولداتك وملكتك بالخدمة التي لديك وستقر في البلد الذي لا تريد وخصوصا أنت نظر على الطالية إذا كنت تريد أن تخطط وحاط الخطة يعني تقول أنه ستأخذ فيزا ومشي 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 ستأخذ np. أما أخي وأنتمنى أن تفرج في هذا الفيديو وسأتعلقنا تسمع في حاجة ومشي وأخي وخصي إذا كنت تريد لكأن تجعلوا لك أن تتلقى إلى منذ تكونوا متافقين على خط واحد وطريق واحدة ونوقات واحدين وهدف واحد يريد أن تصلوا لي لأن في هذه البلاد هذه ما الذي ينقص عليك؟ أنا لم أخذ دمش لم أخذ دمش ونرى اليوم ما هو واقع الجالية اليوم الجالية محاميين كان أعرفهم مرات فتحوا مكاتب اخذ قيب النصالح في الجهة ونقص بقى لماذا؟ لأنهم مدهم شخص مع الجالية لماذا مدهم شخص مع الجالية؟ في الطلاق محاميين منطنجا كانوا تضغطوا هذه المراتق لتخدمون مع الجالية في الطلاق فتحوا مكاتب لتخدمون مع الجالية في الطلاق وكان بكثير من الناس يوافق للرأي ويكونون في هذه القناة ليس لديك العالية مثل الانقطع لك خصوصا فالساني ونيكو كذلك وليك يأتيك من المال يتجدونك العالية يتجدونك العالية اليوم وخاما تجدونك العالية وعندما تعادت الانقطع لك 970 عارة وعندما تعادت الانقطع 3 يتجد 615 عارة فهمت ماذا فأنا نتصل لكم؟ ما سوف يكون لديك من الولايات لهذا الاخوان كنتوا بغيين تشدوا طريق واحدة وتقدموا مرحبا بكم كونوا هير مفاهمين كونوا هير مفاهمين و لا تسمعوا الكلام التي يقولونها الناس قاعد ذلك الذي يقولونه لك اخذ منه هير شيء مزيان ذلك الشيء خيب لا تديروش يالله شد الورق على مرسو حاملة هنا يريد ان يستقرر هنا الخطة اللي قالوا لي ركيني الناس اعطيهم الفين اورو او الف وخمسمائة يفرق على الكدار و تدخل سكون فيها او من بعد هوا سكون فيها دار ديالو احنا ما عندناش القانون في بلادنا احنا ما عندناش القانون جينا احنا ما كان عارفوش القانون نفرق على دار و ندخل سكون فيها و ندخل سكون فيها يا وزيد و فين خدس وصلت هذه الخيصة يجيو عندك و يقولونه يقولونك شكرا و ندخلوك نعم او يجي واحد يقولك يقولونك انا بغيت نبيع لك هذا المشروع لي ترزق بي على الله او انت يلا جيشي رك ما عارف وينه ما فهموا وينه يعني حاول ما تحشف في شي مصيدة كما غادي نسمي مصيدة حاول ما تحشف النشبة و تقولونك يجيو عندك مشروع و تتخلص و تسويل و تخلص الدرائب و تسويل الأرباح و تسويل سلعة كيف لا يوجد نوع المشروع و تحاول 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 و تصمت و تفعل لا تسويل و تحاول تبيع و تحاول تجمعวد نفسه كيف تفعل تحاول تبتع من الفيديو و تأثير و تتحاول تجمعها ماذا ستخرج هذه الخطوة ؟ ولكن سيقول لك أنه لا يجب أن يحقق الريديتو ودفع الريديتو سيقول لك 6 مئة الشهر أو 1 ألف لأنه لديك الولية لا لا هو مزبلها هو عنده دعواق عضائية لأنه يدافع الريديتو و ليس من حقه فهمت ماذا يريد أن يوصل لك ؟ قبل أن تخلص هذا لماذا تخلص سيلي لا تخلص سيلي قبل أن تخلص سيلي لا لا يعمل قبل أن تخلص الريديتو قبل أن تخلص سيلي و تتوقع سيلي لا لا تقلح لك الآن يتكلم الكثير منه حتى تنتهي لك بالمجهد وغلبي سيجد قبل أن تسجيل الريديتو لأنه يتبعون تفعل أخطاء الذهاب من أخطاء ولكن لم تتعلمون منهم ولكن تظهروا إلى الخطأ الذي تبعونها لأنهما لا نعرف الأخرى لا نعرف الأخرين لا يجب أن أقول أنه يضحو الخطاء فقط لا يجب أن ننخلق ويأخذ مخابر يجب أن تبقى مختلفة أو تضحو الشخص المختلفة لما حانت المختلفة أنا أنت سوف نفتح مع الناس لأنها تصحي بشكل نجد منها و لا يدخل 300 تلفي عام فلن تصلح بشكل نجد كيف تستحيل الجسد الوزن سوف تبيع وشري ووهمي و تغرق رأسك و تضعي بشكل رائع و تشري لن تشري الشراء ثم ترون بشكل نجد سلعة لن تشري و تتكتب على رأسك و تضحك على رأسك لماذا؟ عندما تظهر الريديتو او انتي اختي عندما تظهر الريديتو والدفع الراجلك يجي اوكي اوه راجلك يجي ويجد غرق على درائب سوف يتكافهر مع الماكلة والشراب دياله والكراه ويجد يخلص لك في الدرائب اللي غرقتهم لا يعمل كذلك هل ستجلب الراجلك؟ ستجلب راجلك ستجلب راجلك ستجلب راجلك هذه هي الشهرة خدمه غير خدمه ستفتح البيبان انت لا تدامش اخوان هذا الفيديو لان المعلومة خاصة الى الناس الذين يهمهم الامر تحياتي الجميع تسجل وفعل جرس لكي يصلك دائما الجديد مواضيع مهمة على قوانين ايطاليا ونوصل لكم المواضيع واخطاء جرية لك غدا نوصلها عليكم تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله